موسيقى السلام عليكم ورحمة الله بعد مرور أسبوع على قرار أربع دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر لا تزال منطقة الخليج والعالم يعيشان تداعيات هذه الأزمة والتي تشير أصابع الاتهام فيها نحو الدوحة كدولة راعية وداعمة للإرهاب أسبوع شهد حراكا دبلوماسيا وخليجيا عربيا ودوليا كان الهدف منه إقناع قطر بوقف سياساتها الداعمة للإرهاب والعودة للصف الخليجي والعربي لكن العنادة والمكابرة والإصرار على أخذ الأزمة إلى مناطق جديدة كان سيد الموقف وما كد ينتهي الأسبوع الأول من الأزمة حتى أعلنت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بيانها المشترك الذي أدرجت فيه 59 فردا و 12 كيانا على قائمة الإرهاب التي تدعمها الدوحة وفي أقل من 24 ساعة من البيان وجه الرئيس الأمريكي تحذيرات واضحة وغير قابلة للتأويل إلى الدوحة بالكف عن دعم الإرهاب والامتثال لصوت العقل صباح اليوم كانت آخر تداعيات الآونة ولكن بصورتها الإنسانية حيث وصدرت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعاية الدول الثلاث ومواطنين قطريين ما يؤكد حرص الدول الثلاث على العلاقات الأخوية التي تربط أبناء الشعب القطري مع محيطهم الخليجي لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن يكون معي في الاستوديو الأستاذ طارق العامر الكاتب والصحفي أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق أهلا وسهلا ومن الرياض عبر الأقبار الصناعية الخبير الاستراتيجي والأمنية الدكتور أحمد الشهري أهلا ومرحبا بك دكتور أهلا وسهلا حياك الله نبدأ حوارنا مع ضيف الاستوديو الأستاذ طارق أسبوع مر على أزمة مع دولة قطر كيف تقرأ مسارها وتداعيتها حتى اليوم بلا شك أن العالم أو الدول المجلس التعاون وشعوب الدول المجلس التعاون استفاقوا يوم الأثنين الماضي على قرارات كانت بالنسبة لها صعبة لكن أتصور أنها كانت مجبرة دول المجلس التعاون على اتخاذ مثل هذه الغرارات لحماية منظومة دول المجلس التعاون في ظل التخبط وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لدول المجلس التعاون رؤية الشقيقة قطر للأسف دولة قطر في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة بش تحديد منذ 2011 أنا نتكلم عن الماضي لأنها تاريخ ممتد بشكل طويل لكن سأتكلم عن 2011 إلى الآن كانت التصرفات تصب بالإضرار إلى دول المجلس التعاون تحديدا إلى البحرين إلى السعودية وإلى المنظومة بشكل عام وبالتالي أجبره قاد الدول المجلس التعاون على اتخاذ مثل هذه القرارات وأنا أتصور أن رفع ارتفاع سقف العقوبات أو القرارات هو نتيجة حتمية لشدة الذنب التي ارتكبه النظام في الدوحة وبالتالي جاءت موازية إلى الجرم تقصد أن هناك علاقة طردية يعني أن الجرم أو الذنب الذي ارتكبته قطر والنظام السياسي في قطر هو عالي وبالتالي جاءت العقوبات أيضا بمستوى عالي صحيح وبالتالي أيضا المطلوب في المقابل أن النظام القطري يقدم التنازلات ما يرتقي مع حجم العقوبات أو قطيعة من الواضح أن اليوم نتكلم بعد مرور أسبوع أن هناك تعنت عند النظام القطري تعنت دفعه إلى تصعيب الموقف عليه أنا أتصور أن كلما زادت فترة أو أمد الحلول كلما زادت صعبت من العودة عودة قطر إلى حضرها الخليجي من جديد وبالتالي نشاهده نشاهد بالفعل قرارات لا تصب في مصلحة قطر أولا قبل دول مجلس التعاون اتجاه انحراف عن البوصلة الخليجية بشكل واضح وصريح نحو الفرس وأنا أتصور أن هذا أكبر خطأ ارتكبه النظام القطري في ظل الأزمة فنحن عارفين الفرس إذا دخلوا دولة جعلوا عزة أهلها أذلة وهم دائما إذا الخراب يكون ملازم لهم وأتصور أنهم خروجهم من قطر إذا في يوم الأيام خرجوا من قطر وأنا استبعد ذي العملية لن يكون بشكل سليم بل على العكس سيخلق دمار لقطر والشواهد كثيرة سوريا والعراق واللبنان واليمن تبين أن الإيرانيين يضعون يدهم في دولة لا يخرجون منها إلا بخراب أريد أن أنقل فكرة أن ما وصلت إلى هذه الأمور الآن يرتبط ارتباطا طرديا مع ما ارتكبته الدوحة خلال السنوات الكثيرة الماضية لدكتور أحمد الشهري دكتور ما رأيك بهذا التحليل؟ يعني عندما نتحدث عن غلق الحدود البرية والبحرية والجوية وأيضا كل هذه الإجراءات مع القائمة قائمة التسعة وخمسين ربما لم تأتي هذه القوائم وهذه الإجراءات من فراغ لكن لأنه يقابلها جرم كبير ارتكب على مدار السنوات الماضية وتعهدات لم يتم العمل بها رميت في عرض الحائط بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أمسي عليك أخي سعيد وعلى ضيفك الكريم الأخ طاري كما أجدها مرصة أني أقدم التحية والتهنية بالشهر الكريم للشعب القطى البحريني الشقيق وعلى راسي جلالة الملك حمد من عيسى وعهده الأمين وإلى الحكومة البحرينية وإلى الشعب البحريني الشقيق وإلى شعوب دول مجلس التعاون الخليجي فكل دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى إن شاء الله جسدا واحدا وقلبا واحدا وروحا واحدا مهما حصل من بعض يعني من الحكومة القطرية ولذلك عندما نتحدث عن هذه الأزمة فنحن نخرج منها الشعب القطري الشقيق الذي يعز علينا ما يعاني ولكن دائما يقال في المثل أن آخر الطب الكي المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة عقود وهي تعاني من الإرهاب الذي ضرب في كل الاتجاهات في رجال الأمن في المنشآت الأمنية في المنشآت الصحية في المنشآت التعليمية في المنشآت الاقتصادية أيضا الشقيقة البحرين عانت الأمرين من هذه المأساة ولذلك الشاعر يقول النار ما تحرق إلا رجل واطية يعني من عانى الإرهاب واكتوا بالإرهاب وفقد من أبنائه ومن رجال أمنه ومن متلكاته سيشعر بحجم المأساوي سيشعر بالحاجة الملحة إلى قطع دابر هذا الموضوع ولذلك كان هناك فرص عديدة منحت إلى الشقيقة قطر منذ عام 1991 إلى عام 2011 إلى عام 2014 وآخرها كان في قمة القرن الرياض التي عقدت مؤخرا وكانت الشقيقة قطر حاضرة هذه القمة وتم التوقيع على هذا التفاهم التاريخي بوجود الشريك الأمريكي الرئيس دونان ترامب والذي تم الاتفاق فيه على ثلاثة مرتكزات رئيسية ووقعت عليها الشقيقة قطر ضمن الخمسة وخمسين دولة المرتكز الأول هو مكافحة الإرهاب وتمويله وحواظنه ومعيديه ومشجعين المرتكز الثاني كان يعتمد على نشر ثقافة التسامح بين الأديان وهو أيضا ما تؤكد عليه الشرائع السماوية الثلاث المرتكز الثالث وكان يدعو إلى الوسطية ونبذ التطرف هذه الثلاثة المرتكزات كان من استحقاقاتها مباشرة بعد انتهاء المؤتمر وإنشاء مركز الاعتدال الذي أنشأ في مركز السعودية والمؤسسة المصاحبة له والتي تلاحق وتطارد وتتأكد من جميع الحوالات والسير الأموال التي تدعم منظمات الإرهابية حول العالم كان من استحقاقات هذه القمة التاريخية أن يتم الكشف عن ما يعتري العلاقات القطرية الخليجية العربية بشكل عام من خلال ما تم رصده على الواقع عندما وجدت تمويلات في ليبيا وجدت تمويلات في سوريا وفي العراق تمويلات في 12 منظمة منها 6 منظمات متخصصة في دولة البحرين في مملكة البحرين هل مملكة البحرين هذه مملكة الوادعة التي تعيش في أمن وأمان تحتمل 6 منظمات متخصصة في إثارة الفوضى والقلاق فيها إضافة إلى مجموعة من المنظمات تخصصت عندنا في مملكة البحرين السعودية وبعضها وصل إلى مدينة بنغازي في ليبيا فهنا إشكالية يجب أن نتكاشف يجب أن يكون هناك وضوحا في الرؤية يجب أن يكون هناك مكاشفة والسياسة العالم الجديد ولا أنا قلت أنه بعد قمة الرياض أصبح هناك عالم جديد هذا العالم الجديد يقول يجب أن يكون هناك مكاشفة في السياسة السياسة المزدوجة لم تعد تجدي السياسة المزدوجة لم تعد تجدي إما أن تكون صاحبي وخليلي بجد وإلا وإلا ماذا وإلا فاتطرحني واتطرحني واتخذني عدو التقيقى وتتقيني لماذا؟ لأن 30 سنة ونحن نعاني من هذه المأساة ولا نجد ولم نضع أيدينا على الأداء الحقيقي هناك مليارات دكتور إذا كنت تتفق معي أن المرحلة الحالية هي مرحلة تخيير للدوحة إما أن تختار الحضن العربي والإقليم الخليجي كحاضن لها وحامي ومنطقة أمينة بالنسبة لها ولمجتمعها وإقتصادها أو أن تختار أن تبقى على ما هي عليه في دعم الإرهاب والإرهابيين إذا كانت هذه المقاربة صحيحة ألا يبدو لك حتى الآن أن قطر تختار الخيار الثاني؟ والله يا أخي الكريم منذ أن طلقت هذه القرارات الصعبة التي اتخذتها الدول المجلس التعاون الخليجي والدول العربية يعني هذه القرارات لم تتخذ إلا عندما وصل الأمر منتهى وعندما طفح الكيل وعندما لم يعد بدا من هذا المبضع أنا أسميه مبضع الطبيب الذي يضعه في القلب المريض أو يضعه في عين المريض رفقة به ورحمة به وأملا في شفائه ولذلك عندما اتخذت هذه القرارات هي اتخذت من أجل مصلحة الشقيقة القطر ومن أصل مصلحة الشقيقة الشعب القطري ليعود إلى حضنه وإلى عمقه لأن كل من جرب أن يتخذ عمقا غير العمق الخليجي والعمق العربي والعمق الإسلامي خسر وخاب واضطر في الأخير أن يعود ولذلك نحن لازلنا ندعو وننادي العقلاء في الشقيقة قطر والحكماء في الشقيقة قطر وأهل الحل والعقد بأن يختاروا الحضن الخليجي والحضن العربي لأنه إن لا سمح الله اتخذوا حضنا آخر وقد يكون الحضن الإيراني أو قد يكون حضنا آخر فكما تفضل الزميل الأخ طارق أن الفرس وحكومة الملالي في إيران لن تترك أي بلد تدخله إلا كما هو الآن في حمص وفي حلب وفي الموصل تتركها خرابا مدمرة ولذلك أنا أربع وأخشى على الأشقاء في قطر أن يذهبوا إلى الخيار الفارسي وأن يتركوا الخيار الاستراتيجي العربي لكن الغريب أن الخطوات الآن هي في هذا الاتجاه الذي تخشى منه دكتور وبالتالي فإن القائمة التي تم إصدارها خليجيا قائمة 59 و12 يعني لم يتم التعليق عليها بشكل جدي أو الحديث عن ربما أن يكون هناك تفاهمات حول بعض الأسماء وبعض الجهات سواء نفيا أو إثباتا مع القطيعة مع هذه الجهات والأسماء برأيك أستاذ طارق لماذا أريد أن أسل ضيفي في الستوديو سأعود لك بعد قليل دكتور لماذا تصر الدوح حتى الآن على أن هذه الكينة إما أنها ليست إرهابية أو هؤلاء الأفراد ليسوا إرهابيين ونحن ندعم من ليسوا بإرهابيين وتنفي عن نفسها هذه التهمة لماذا لا يتم التعامل بشكل كما قال الدكتور أحمد قبل قليل بمبضع الجراح لا بد من العضو الذي يؤلم من بتره وإزالته لماذا يتم المقارنة بشكل صعب والخيار بشكل صعب عند الدوحة بين العرب وبين هذه المنظمات والأسماء من يمسك مبضع الجراح ليس النظام القطري وبالتالي قطر الآن تحت سيطرة النظام القطري تحت سيطرة من يمسك مبضع الجراح وهو من يشرح وهو من يملك زبام تصنيف أو الانصياع والقبول بفكرة أن هناك بالفعل كوادر أو بأر إرهابية موجودة على أرض القطر أنا أتصور أن النظام القطري لا يملك قرار الآن أو النهوة تحت رهبة المنظمات الأرهابية التي أصبحت تسيطر من خلال مستشارية مستشارية الفتنة الذين يعمدون إلى خلق نوع من التصور بالنسبة للنظام القطري إنما يحدث مجرد سحبة الصيف ستنتهي زبع في فنجان يعني هم من خلقوا الأزمة أو هم من يدرونها الآن؟ أو هم من يدروها بالفعل من يقرأ المشهد السياسي في قطر يعلم يقينا أن من يدير الأزمة الآن ليس النظام الإيراني متمثل أو قطري النظام القطري الآصف متمثل في الأمير لا هناك مستشاري الفتنة هم من يديرون وهما من يشيرون عليه هم من دفعوه إلى الحفن الإيراني وهم من دفعوه أيضا إلى التعنت وإلى رفع أي بوادر حلول وهم أيضا من مصرين عليه أن يدخل ويعمق من الأزمة إلى أبعد حدود متصورين أن في النهاية دول مجلس التعاون ستتراجع في قراراتها وبالتالي سيتم حلها أم عن طريق الوساطة كما هم يؤملون ويحلمون أو عن طريق أن دول مجلس التعاون لن تصل إلى درجة التماد في القطيع أعود لدكتور أحمد من الرياض دكتور هناك الإجماع شبه العالمي بارتباط الدوحة بهذه الكينات والأفراد الإرهابيين رغم ذلك كان هناك وساطة وكان هناك مبادرة خليجية دعمت من كل دول الخليج والإقليم ومن العديد من دول العالم الكثير من عواصم سرع القرار العالمية تنادت من أجل دعم مسعى سمو أمير دولة الكويت لكن قوبلت هذه المبادرة وهذه الوساطة الكويتية بتعنت آخر أيضا من الدوحة برأيك لما هذا العناد والمكابرة على ماذا تتكئ الدوحة بالله أنا كنت أتأمل في السياسة القطرية وفي حكومة قطر أن تقبل عتب أشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي أنا استغربت عندما استمعت إلى وزير الخارجية القطري عندما قال أن هؤلاء 59 لا يمتلنا بالسلع وبعضهم حتى ممر على دولة قطر وأيضا الكينات أو الـ 12 التي حددت وشخصت أيضا ينفي أن ليس لها علاقة بالإرهاب ولكني وجدت من يعترف يعني لا يثنقلوا هذا عني أنا شخصيا ولكن انقلوا عما استمعنا إليه في ليبيا واستمعنا إليه في بلاد الشام واستمعنا عليه من الحوثي أنفسهم عندما ترفوا بأنهم يتلقون دعما ماليا ولوجستيا ويعني الشخص الذي المدعوب الحاج الليبي يعني من فين أنشأ شركة طيران مليارية ومن أين أنشأ قناة فضائية يعني تقدم مثلها وغيره لديه شركات تأمين أيضا دكتور وشركات ونلاحظ الآن في مواطن الصراع يا أخي الكريم أنا ذكرت في أحد المقابلات كيف منظمات إرهابية مثلا في جبهة النصرة أو جفش أو مثل هذه تمتلك طائرات بدون طيار يا أخي الكريم على هذا يعقل يعني مجموعة عصابات تمتلك طائرة من أين أشترت الطيارة من أين أشترت هذه المعدات التي حتى لا يملكها الجيش السوري الحر المعترب به دوليا دول عربية لا تملكها يعني لا تملكها هناك إمكانات عند هؤلاء غريبة الحوثيون في اليمن محاصرين من البر والبحر والجو ومع ذلك يمتلكون الأموال الضخمة ويمتلكون الأسلحة لذلك هنا السؤال يطرح نفسه من هل داخلنا من يقولنا هل بين الظهرانينا من يقدر بنا هل في مجتمعنا من يطعننا من الخلف هذه مشكلة هنا مشكلة هذه حجثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما صار هناك ضبابية هنا منافقون وهنا مشركون وهنا كفار وهنا من يتربص بالمسلمين فأنصر الله عز وجل قوله عز وجل وأن خفت من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولذلك هذا ما فعلنا إننا نبذنا على سواء نريد أن نقول من هو الذي معنا ومن الذي ضدنا نريد أن نعرف هل أنت معنا أل أنت ضدنا إذا كنت معنا فكون واضح إذا كنت ضدنا فاتخذني عدوة التقيقة وتتقيني لذلك أصبح الآن القرار الدولي الآن والإجماع الدولي الآن والذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي ترامب وأيدته رئيس الوزراء بريطانيا والرئيس الفرنسي ومستشار الألمانية أنه آن الأوال لقطع تمويل الإرهاب قلت في إحدى المقابلات أن الإرهاب يعتمد على التمويل بالتمويل تشتري الإرهابيين وتجندهم بالآلاف بالتمويل تشتري الأسلحة بالتمويل تنقل بالتمويل تدرب بالتمويل تشتري وسائل الإعلام بالتمويل تستطيع أن تختري قديرا من الحدود لذلك كان قرارا حاسما ومفصليا من قمة القرن في الرياض عندما وضعت قطع التمويل متوازيا مع محاربة الإرهابيين نحن نحارب الإرهاب منذ 30 سنة ومع ذلك لم ينتهي لماذا لأن الإرهاب أصبح تجارة هناك تنوع دكتور أتحول بسؤالي إلى الأستاذ طارق العامر ضيفي في الاستوديو هناك تنوع في ما ورد في البيان هناك أفراد هناك جهات وكينات وكلها مختلفة في المدارس الفكرية وفي المذاهب الدينية وفي طريقة التعامل مع القضايا هناك من يعمل بستار فقط من أجل التحشيد وتحفيز العملية الإرهابية هناك من يمول بشكل مباشر وهناك من يقوم بالفعل بهذه العملية الإرهابية برأيك كيف استطاع البيان بداية أن يجمع كل هذه الكينات والأفراد بتنوعها وكيف استطاعت الدوحة وما الذي استفادته من وراء دعم هذه الكينات بهذا التنوع نبدأ بالجزء الثاني ماذا استفادت الدوحة هي لما تقرأ البيان والأسماء والنثل ما حضرت القلد تنوع في الفكر وحتى في المذهب السياسي والديني تجد تصل إلى قناعة أن النظام القطري ليس مؤمن بفكر معين سواء كان مذهبي أو ديني أو تيار سياسي وبالتالي يتبنى ويدعم في سبيل ما فلا أنه هو يصل إلى الحكم في يوم ما لا هو يدعم فكرة زعزعة الاستقرار في دول عدة يعني لما تجد تيار إسلامي متشدد مثلا يدعم تيار متشدد إسلامي مثلا في ليبيا أو في مصر أو مثلا في البحرين هنا في البحرين تيار متشدد يختلف نعم مختلف هذه هي المفارقة لك فهو أنت توصل لقناعة أنه هو ليس مقتنع بفكر ديني ولم مذهب سياسي هو مقتنع بفكرة زعزعة الاستقرار في دي الدول وبالتالي هذه هي المشكلة يعني أنك أنت اليوم إحنا يعني أنا تصور إنما خرج إلى العلن من قرارات أو حجم الجرم اللي ارتكب النظام العراقي يعتبر هو رأس جبل الجليد هناك خفايا أخرى هناك جرم أكبر لكن حرصا من دول مجلس تاون غادة دول مجلس تاون على عدم إحراج النظام القطري حتى مع شعبه يفضل عدم كشف كل الأوراق في الوقت الحالي هو يفضل إن أنا أتعامل معك بنوع من الشقيق الصغير الذي أخطأ لكن حاول أن تعود بسرعة إلى حظن أشقائك وتصلح من نفسك بدل من نفتح كل الأوراق نمثرها على الطاولة وينظر العالم وأولهم شعبك حجم جرائمك التي ارتكبتها وذنوبك ارتكبتها ضد أشقائك هذا يؤكد أن بالفعل أنظمة في دول مجلس تاون حريصة على مصلحة الشعب الغطري وحريصة أيضا على مصلحة النظام الغطري وتسعى إلى حل المشكلة بعيدا عن الإضرار بهذا النظام لأن لو آنت يعني مستحيل أقتنع أن القضب الخليجي جاء بذي الحد نتيجة أشياء أحنا أتصورها ما زالت ما زالت ما زالت دون لا توازي حجم القطر هناك ملفات أخرى هناك تسجيلات أخرى هناك دلاء الوقرائن دلاء الوقرائن تثبت بالجرب للنظام القطري للأسف 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 متورط في زعزعة الاستقرار في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي مصر وحتى في الإمارات ودول عدة وليبيا وشاريك لا نريد أن نذهب بالاتهام إلى أبعد من ذلك لكن ما حدث في اليمن في بداية الأمر ومقتل عدد كبير من الجنود أو استشهاد عدد كبير أسف استشهاد عدد كبير من جنود الإماراتيين لا أستبعد أن هناك تورط للنظام القطري بكل هذا التنوع دكتور أحمد في دعم الأفراد والتنظيمات والكينات على اختلاف مناطقها الجغرافية وأيضا ما تؤمن به من أيديولوجيا وفكر ومدارس مختلفة برأيك هل هذا الدعم بتنوعه خدم الدولة القطرية إذا الجواب كان نعم لكنه بالمقابل أضر بأشقائها إذا كان الجواب لا وإضا لم يخدم المنطقة فلماذا الاستمرار بهذا الدعم ولماذا بدأ بهذا الدعم من الأساس إذا كان قد خدم قطر في هذه المصيبة وإنما يخدمها فالمصيبة أعظم أحسنت خلني يعني أعطي تحديل بسيط عن الإدولوجيات التي تفضلت فيها وتفضل فيها الزميل طارق هناك قاعدة ويجب يعني إذا طبقنا هذه القاعدة استطعنا أن نحلحل مثل هذه الأمو الإسلام هو كل ومن أراد أن يجزأ الإسلام خرج منه هذه قاعدة أنقلها عني الإسلام هو كل ومن أراد أن يجزأ فقد خرج منه فعندما آتي أنا وشخص ولمية شخص ولمية شخص ولمية عشر مليون وندعي أننا جماعة ونسميها ما سميناها فعند ذلك نحن نعتقد أن الصح وغيرنا هو الخطأ وبالتالي عندما جاءت هذه الجماعات وعندما جاءت هذه الكيانات حزب الله الجماعة الفلانية جماعة الإخوان جماعة المسلمين جماعة جماعة أي جماعة إن شاء الله تزهر ألف جماعة من تجزأ في الدين الإسلامي فقد خرج منه لماذا؟ لأنه بالضرورة سوف ينظر أنه هو الصح أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بالضبط ولذلك عندما سئل الشيخ الشعراوي لماذا لم تنتسب إلى الأخوان؟ قال لهم نفس الكلام اللي أنا قلته قال أنا مسلم عام كامل ولا أجزأ نفسي وأشتزأ نفسي في فكر معين ولذلك تلاحظ أن كثيرا من هذه الجماعات دائما تضع لنفسها مرشد وهذا ما يشابه بالضبط ما حصل في إيران إيران تضع لنفسها المرشد هو الذي يتحكم فيها سألت قبل فترة لماذا تضعون أو تقاطعون أو تضعون حماس في نفس القائمة قلت نحن لسنا ضد غزة أو ضد الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني هو قضية العالم العربي وقضية المملكة العربية السعودية وقضية الدولة المجلسة التعالي الخليجي منذ عام 48 لكن عندما جاء مجموعة من هذه الحركة وعملوا بنفس المبدأ وهو أن تجعل لك جزئية وتضع لها مرشرف ومرشد وتذهب إلى قم أو إلى إيران وتلتقي بالخميني وتتعاهد معه وتؤيد في فكرة ثم تضع نفسك إمارة إسلامية في غزة هنا قد أصبحت أو تبنيت نفس الفكر وبالتالي شيطنت القضية الفلسطينية وقزمت القضية الفلسطينية وأعطيت العدو الذي يحتل بلادك الفرصة لذلك نقول أن مثل هذه الأيدلوجية وهي قد توغلت في الشقيقة قطر منذ عشرات السنين وهذا ما أثر الآن على القرار القطري مثل ما لمست من الأخ طارق عندما قال أن القرار ليس بيد الحكومة أنا أقشى ما أقشاه أنه لم يعد بيد الحكومة مثل هذا القرار ولكن لابد أيضا أن تستخدم مبضى الطبيب لإزالة مثل هذا الخطر الذي يحدق بالشقيقة قطر وأن تنفض عنها هذا الغبار ويعود القرار قطري قطري الشعب القطري هو شعب عربي أصيل يعني من قبائل عربية من الهواجر من القحطين من التميم يعني كلهم لهم بعد عربي عروبي لا يمكن أن يرضون بكرة أن يجي قائد الجيش الإيراني أو قاسم سليماني أو يجي واحد من هؤلاء الأشكال يدنس أرض الخليج لا أعتقد أنهم يرضون ولذلك أنا لا زلت والله لا زلت وسأظل أقول ما بين ساعة وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال أتمنى أنه يأتي الليلة أو يأتي غدا أو يأتي بكرة ويأتي حكيما من أسرة الثاني الكريمة ويضع حدا لهذا الأمر نريد أن تعود قطر عربية خليجية أخشى ما أخشى أن يأتي من يركب هذه الموجة وتعرف أن مجلس التعاون لمدة ثلاثين عام صمت أمام كثيرا من العواتي منها عزمة الخليجة الأولى والثانية أرجوك أجبني عن سؤالي هل هذه السياسة خدمت قطر أم لا الكل يعرف أنها أضرت لم تخدمها قطر أبدا لم تخدم قطر سؤال واحد لم تخدم قطر أبدا بل أضرت بقطر وأضرت بالشعب القطري وأضرت بدول مجلس التعاون الخليجي لكن لماذا إن لم تقدم خدمة كبيرة لدولة بحجم قطر لماذا الاستمرار بهذا الدعم أنا أفهم أنه أنا أدعم جهة معينة أنها تقدم حماية أو خدمة سياسية أو خدمة اقتصادية وهذا كله متوفر للدوحة لماذا يتم دعم هذه الأطراف دون أن يقدم خدمة مباشرة للدوحة وبالمقابل يضر بأشقائها العرب لأن هناك أمور أحيانا لا تظهر على السطح كثيرا من المحللين وكثيرا من السياسيين قالوا أن قطر تسعى إلى نوع من الزعامة تريد أن تتنفس قليلا من منساحتها الكبيرة وتعيد المشاركة في توازن في المنطقة وتريد أن يصير لها نفوذ وتريد أن يكون لها صوت أكبر من المملكة العربية السعودية ولماذا المملكة العربية السعودية هي صاحبة القرار في العالم الإسلامي ولماذا هي قلب العالم الإسلامي ولماذا هي قائدة العالم الإسلامي وسمعت الرئيس ترامب عندما قال أن ذاهب إلى بيت الحكمة ذاهب إلى حامية الإسلام ذاهب إلى قلب العالم الإسلامي لم تأنف البحرين ولم تأنف عمان ولم تأنف مصر ولم تأنف أي دولة من الخمسة وخمسين دولة الإسلامية أن تعترف للمكالمي السعودية بهذا الدور الذي وهابها الله عز وجل وهي حاملة الحرمين الشريفين وتقدم مليار وستمئة مسلم حول العالم ولكن قد يكون لدى بعض الأخوان في قطر يقولون ونحن لماذا لا نكون نحن من يقوم بهذا الدور لماذا لا نصبح لحدنا الكبار لا نعرف نحن من ذلك كلنا شعب واحد وكلنا أمة واحدة لكن إذا كان هذا هو التوجه الخفي لأشقاء في قطر أقول أن هذا سيقود إلى الخسران وسيقود بقطر إلى الهاوية ربما من غير المبكر أن نتحدث اليوم كما تحدثنا في الأيام السابقة عن ما يمكن أن تقدمه دوحة من ضمانات لالتزامها بتعهداتها وعدم تكرار سيناريو عام 2014 وسؤالي للأستاذ طارق العامر هل هذه الأزمة عندما بدأت وظهرت إلى السطح وشهد كل التصعيد خلال الأيام الماضية على مدار أسبوع نحن الآن في هذا الوضع برأيك هل من الممكن حل الموضوع كما حل في عام 2014 دون وجود هذه الضمانات أو المتابعة الحثيثة من دول مجلس تعاون هل يمكن أن نعود بعد ما وصلنا إيه الآن إلى المربع الأول من جديد؟ من الصعب أو أنا مب من الصعب أتصور أنه من المستحيلات أن أعيد الثقة في شخص أو في صديق أو في شقيق سبق أن تعهد بأنه يكون بالفعل صادق معي ويكون صادق مع نفسي قبل أن يكون صادق معي وأنه يلتزم بكل المقرارات التي جاءت في اتفاقية 2014 في عهد الراحل المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز لكن للأسف سرعان ما تراجح ونغفض على الاتفاق وألقى ممكن أتصور أنا يعني إذا الحلول ممكن لو في إيد أمير القطر ممكن تكون سهلة بس أنا أتصور أن أمير قطر لا يملك زمام الأمر ولا يملك توقيع أو الانصياع للشروط العشر الذي فرضتها عليه الدول الرئيسية الدول المغطعة الرئيسية أتصور أنه القرار أصعب من عنده أو الانصياع للأمر أصعب منه أو لا يملك هو نكون صراحة أكثر لا يملك القرار أريد أن أعود إلى ضيفي من الرياض دكتور أحمد الشهري دكتور هناك بيان صدر صباح اليوم عن الدول الخليجية بشأن مراعاة الحالة الإنسانية بين مواطني البحرين والسعودية والإمارات ودولة قطر هذه الارتباطات ربما لم تكن في لحظة من اللحظات غائبة عن أي دولة كنظام سياسي أو كمجتمع بأن هذه العلاقات الأسرية الممتدة هي طابع عام يعني ليست مخفية ولا يجهلها أي أحد لكن تم الضرب على هذا الوتر من وسائل إعلام قطرية خلال الأيام القليلة الماضية اليوم قطع الشك باليقين بأن هذه الأمور هي في الحسبان والكل يدركها وهناك بيان أيضا من أجل مراعاة الحالات الإنسانية بين رعاية هذه الدول كيف تنظر أنت شخصيا إلى هذا البيان وإلي مدى ممكن أن يكون يحل من أزمات بعض العائلات في الخليج في العرف الدولي والعرف الدبلوماسي عندما يكون هناك قطع للعلاقات بين دولة معينة وقطع للتعامل فهذا حق من حقوق الدول يعني أنا سمعت في كثير من الأخوان في الشكيقة قطر عندما قالوا أنتوا تتبعون سياسة التجويع وتتبعون حصارنا وتقطعون الحليب عن أطفالنا أقول يا أخي الكريم أنت في بيتك عندما تقفل بابك على نفسك في دارك هل أنت بالضرورة تأذي جارك؟ ليس بالضرورة أنت تقفل بابك على نفسك من باب أنك تبنع شرك عن جارك وتبنع شر جارك عنك لذلك عندما تخذ قرار الأول فليس مقصودا به تجويع الشعب القطري أو الأذية أو تقديم الأمر وإنما هو مفضل الطبيب الذي ذكرت يعني في المرات الماضية لم يتخذ مثل هذا القرار إيقاف المجال الجوي وإيقاف التبادل التجاري وإيقاف الحدود ولذلك لم تأتي أكلها في المرات الماضية الآن عندما شملت المقاطعة قفل المجال الجوي وانت تعرف هذا مردود على الطيران القطري وعلى الاقتصاد القطري وعنده أيضا قفل الحدود البرية وهذا له معنى آخر على الحياة في الشكيقة قطر وعلى التنمية وعلى المشاريع التي تقام الآن هذا الهدف منها ليس الأذية إنما هو إيقاظا لمن يسهو إيقاظا لمن يريد أن يعتبر أن عمقك هو المملكة العربية السعودية وعمقك هو المملكة الخليجة العربية وعمقك هي البحرين أريد أن أطلب منك دكتور أن نقف عند هذه النقطة أريد أن أخذ مداخلة من ضيفي في الاستوديو ثم سأعود لك بسؤال آخر مرتبط تحديدا بهذه النقطة لا أريد أن أكمل فكرة السماح بس من ناحية الإنسانية بكلمتين واحدة أنا أعرف أنك أريد أن تكملها لكن أريد أن أربطها بسؤال آخر ربما يكون مناسبا أكثر لهذه المقارنة أستاذ طارق تعليقك بداية على هذا البيان الإنساني ثم إلى أين تتوقع أن تسير الأمور بشكل سريع لأن الوقت بداية يدركوها القرار جاء ليثم يعني ليثبت بالفعل إن ما حدث من قرارات لا تصب في كما يصنفها الأعلام القاطري أنه عزلة أو محاولة تجوية لا هي قرار مقاطعة دبلوماسية جاء القرار ليثبت أيضا أننا لا نستهدف الشعب القاطري تماما الشعب القاطري لدينا علاقات معه كشعوب نسب ومصاهرة وغيره نحن نستهدف تهذيب النظام القاطري وبالتالي حتى نرفع اللابس عند الآخرين أو محاولة تلبيس القرار على أنه هو محاولة تجويع أو غيره صدر هذا القرار وهو بالحقيقة قرار أنا غنساني جدا وأتصور أنه هو نابع من حس عروبي خليجي يستشعر بالفعل أن دول مجلستان أو شعوب مجلس تعاون شعب واحد هذه النقطة التي ركز فيها قادة دول مجلس تعاون الثلاث في بيانهم اليوم وأنه هو بالفعل نحن شعوب مفترض أن نفصل خلافات القيادات السياسية عن بعضها بعض ولا ندخل نحن كشعوب في هذه الأزمة لأن العلاقات الأسرية والنسب والمصاهرة أكبر من هذه الخلافات السياسية أعذرني مرة أخرى دكتور أحمد الآن سؤالي هو أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وأنت كنت تتحدث عن الرب الأسرة الذي يقفل باب منزله على نفسه حماية له من أذية جيرانه أو إبعادا لأذاه عن جيرانه أو بالعكس يعني وأنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا المنطلق في التعامل مع الشقيقة قطر من أجل وقف ما تم ارتكابه في المنطقة والأذى الذي لحق بأشقائها في البحرين مثلا في السعودية أيضا في مصر في ليبيا في عديد من الدول العربية وألية التعامل مع هذا الحديث النبوي الشريف بالضبط نحن نطبق هذا المثل يعني ننصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني لو تتعرض قطر لا سمح الله لأي اعتداء من الخارج لو وجدت جميع الدول المجلس التعاون الخليجي تصطفف إلى جوارها هذا إذا كان مظلوما أخاك لكن إذا كان ظالما لكن إذا كان ظالما عندما سئل رسول صلى الله عليه وسلم قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال ترده عن ظلمه ولذلك القرار الذي أتقد الآن هو ردا لهذا الشقيق عن ظلمه والآن رأينا كيف أن هذا الظلم حتى ظلم مجتزى يعني سمح الآن للعائلات وأيضا استثنية البضايا الإنسانية من المنع ويعني أنا أريد أن أسأل الأشقاء والأحباب في قطر يعني ما ذنب آلاف العائلات القطرية التي كانت صيف عندنا في الطائف وفي أبها وفي الباحة وكانوا آمنين مطمئنين أن يلم عفشة ويركب والله نحن نبكي عندما ودعناهم لأنسابنا وارحامنا وقالبنا يا أخي وهم نفس الشيء يعني كثير من أبنائنا يعيشون في قطر فعندما تحدث هنا هذه القطيعة بين الأرحام وقطيعة يعني أنا أتمنى إذا كان لازال لدى أحد من الأسرة الحاكمة في قطر مثل هذا القرار يا أخي أنا أرعوي لشقيقي ولقريبي ولأخي وليس علي ملامة في هذا وأذكركم وأذكر الأخوان في قطر بمقولة عتبة بن الربيعة عندما قال عصبوها براسي وقولوا جبن عتبة فلعل أحدهم يقول عصبوها براسي وقول جبن عتبة ونعود إلى الحق يا أخواننا في قطر يعني لماذا لا نعترف والاعتراف بالحق فضيلة وعمر الخطاب رضي الله عنه يقول ولا يمنعك رأي رأيته بالأمس ورأيت اليوم خيرا منه أن تعود إلى الحق فالحق أفضل والحق أولى والحق قديم لا زدنا نصيح ونقول والحق أبلت يعني أتمنى أن سنبقى إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس ولن نكل ولن نمل من الأمان والدعاوي إلى الله عز وجل أن لا ينتهي هذا الشهر الكريم إلا وقد عادت الأمور إلى مجاريها والأمر كله لا يتعدى كلمة واحدة فقط وأنا أتفق المرة الوحيدة مع أستاذ طارق عندما قال أن تلب الشروط هي ليست شروط يا أستاذ طارق وإنما هي طلبات واتفاقيات مقدمة من 2011 ومن 2011 واتفاق عليها عام 2014 وتمت تجديدها في قمة الرياض هي استحقاقات هي طلبات لو جاءت الشقيقة قطر وقالت مستعدون لهذه الطلبات بناء لهم حاضرين يعني حتى نفس الشيء بالمقابل عندنا إذا كانوا يأخذون على أشخاص اللدينا أو يدعون أن هناك كينات تهدد الأمر القطري البلد مستعد أن يفتح بل كل شيء بالأمس قلت عندما قيل 11 سبتمبر اتهمت في المقابل السعودية قلت نعم اتهمنا كحكومة وشعبا ومنظمات إنسانية وجمعية خيرية ومع ذلك فتحنا بلدنا وكنا شفافين وفي الأخير اعترفوا أما شخصيا واعترفت أمريكا أن الإسلام بريء أن المملكة العربية السعودية بريئة وأن الجمعية الخيرية بريئة وتوجوا ذلك بتقديم جائزة جورد تينت لمكافحة الإرهاب إلى الأمير محمد بن نائف مصداقا لهذا واعترافا من وزير الأمن القومي الأمريكي أن المملكة العربية السعودية تعتبر هي الدولة الأولى في العالم التي تدافع وتنافع وتكافح مثل هذا الداء لذلك نقول للشريف القطر أشكرك دكتور أحمد عذرا على المقاطعة انتهى وقتنا في هذه الحلقة من مورا الخبر كل الشكر لضيفي من الرياض عبر الأقمار الصناعية الخبير الاستراتيجي والأمنية دكتور أحمد شهري وأيضا كل الشكر للأستاذ طارق العامر على صحبته في هذه الحلقة كما أشكركم أيها الأخوة والأخوات على طيب المتابعة لقائية تجدد بكم بحول الله في حلقة قادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة